مرحبا اصدقائي كيفكم مع قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن التحديث اللي نزل اللي هو 12.20 وعن كذا الشغلة انضافت فيه من بيناتها او ابرزها الطيارة وسباي جيمز المودل الجديد والبطل باس السنوي اللي تم ازالته وليش تمت ازالته فاذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة ياري تشريك فعل زر الجراس وحط لك للفيديو واكتوب كومنت حلوة تساعدني وتدعمني ليوصر مقطع لاكبر عدم الناس وراحبت لعيني اكتر تدعم القناة كود الايتم شوب زائر امامكم بالصورة يلي هو مستر شرطة هيرو فمشاهدة ممتعة وما بعض اول شي يا اصدقائي خلينا نبلش باللوكر اللوكر متل مظاهر امامكم تم تغييره تغيير جزري كامل متل مو شايفين تم اضافة ميزة الجديدة اللي هي اللوود اوت اللي ظاهرة امامكم انك انت بتقدر تفوتك بس هاي الكابسل اللي هون على الشمال على السكن وبتحط بلاس او زائد وبتعمل مجموعة جديدة بتنقي من خلالها كل شي بتنقي الرأسات بتنقي لون الاسلحة بتنقي الجلايدر طبعه كل شي بتنقي بتختاره بقدر تغيره بكبسة زر متل ما انتو شايفين انا عامل كذا مجموعة يلي هي مجموعة هاي والمجموعة الاي كيو يعني كذا شغلة كده عليك انك انت بتكبس عليها شايفين تعدل كل شي ميزة كتير حلوة بتسهل عليك الوقت لو انت حابب تغير اي اسكن كان بلاحظة واحدة بتكبس عليه وبيتغير كتير الموضوع حلو وسهل فهذا الشي انا عجبني جدا وهي الميزة عجبتني جدا جدا فهلا نحكي عن موضوعنا التاني اللي هو المود الجديد اللي انت بتفوت عليه عن خلال طريق البتالباس عند هاي الشاشة فتحت هاي الشاشة لما تفوت لهم بيختاروا منك يا غوست يا شهادو فهي شو لون فكرته او شو فكرته وهذا المود الجديد اللي ينزل هذا المود الجديد لح ينزل معه تحديات لح اشرح لكم ياها ان شاء الله بفيديو منفصل كلي عليك انك انت تبيختار بين الشادو وبين الغوست كل واحد الو ميزات وكل واحد الو تكنيك باللعب خاص حسب انت شلون بتلعب وطريقة لعبك مثلا خلينا نحكي عن الشادو تكنيك الشادو اللي هو عبارة عن فايت اللي هو من عن قريب بيعطوك كل ميزات الحلوة لهذا الشي مثلا بيعطوك الاس ام جي وبيعطوك معه قامو كتير كمية امو رهيبة مشان تقدر تفوت فايت بكل سهولة وما تحتاج اي امو وبيعطوك الباندج بازوكة مشان الهيل وبيعطوك تحديس الاسلحة اللي انت بتقدر تحدث اسلحتك لمستوى اعلى مثلا مثل من الاخضر للازرق من الازرق للنهدة وهيك الموضوع فهذا الشي حلو انك انت بتقدر تحدث اسلحتك وترفع وفي معك الشوتغان وفي معك ميزة اللي اسباحة بسرعة يلي هي انت لما تنزل بالماء وتسبح بتقدر تسبح بسرعة اكبر وانت بتلاحس حالك انك انت ماشي بالماء وعم تسبح بطريقة اسرع واسرع من غيرك وفي هذا الاس ام جي تبع الخلط كتير حيو هذا الاس ام جي وفي معك الشيلد دروب يلي هي الشيلد دائما بيكون معك او شيلد بيعطيك فترة مؤقتة كل ما ينقص او هيك شي انا بدي جرب كنت المود ياريت اقدر تجرب المود بس متل مو انتو بتعرفو اليوم وقعت السيرفرات ما بعرف شو صار باللعبة ما امرضى يفوتني ولا على اي جيم لا يقدر جرب المود وفي معكم كمان ديكوي يلي هي قنابل استنساخ وفي معك الران جون يلي هي بيعطيك ايم بسرعة او بتقدر تبدل بي الاسلحة بسرعة يلي هي هي حلوة كتير الميزة لو كانت انك الام تبعك بيكون اسرع لما انت تعمل هب فاير او تزويم على العدو وفي معك هذا الاس ام جي فيه البندج بازوكا والشوتغان الهافي هذا كتير حلو وفي معك ميزة البيكاكس اللي هي بتقدر تكسر اسرع وتجمع موارد اسرع عن غيرك يعني متل ما بنعرف اللي احنا التكسير بياخد وقت مثلا هذا الشي اللي هتعطيك هاي الميزة انك انت تكسر بسرعة وتحصل شجر وتحصل اشياء يعني موارد بسرعة جدا عن غيرك وفي معك هاي الظهرية اللي هي النفاسة اسمه جيتباك هاي حلوة كتير انك انت بتقدر تطير وما بتاخد فول دامج ازا انت بتعرف تستخدمها ومستخدمها قبل هلا طبعا في اشياء جديدة لح تفتح متل مزارع امامك بس لسه مع الوقت لسه الهلا ما فتحت خلينا هلا نحكي شوية عن القوست متل مزارع امامك اللي هو وفي عندك ميزة يلي هي السناكي يلي هي انت موطي بتقدر تمشي باسرع كأنك عم تركض بس انت موطي فحي الميزة حلوة كتير انك انت تكون مكمر بمكان عالي وبيدك تمشي بسرعه من انت곱 موطي مشى ما موجود Risk هي الميزة حلوة انت متتود تمشي اسرع وفي عندك الالغام وفي عندك الإصباحة بتختلف عن الإصباحة الثانية الميزة Shadow بتختلف عنه انك انت وعم بتصبح بتمسبح طبيعي متل ايا حدا مو بسرعة بس الميزة انه انت بتاخد امات ب nugمأang بيرفع معك الهيل انتو عم بتصبح وفي معك الاسنايبر هاي وفي معك الاسبيد ريلود يلي هي انك ان تغير الزخيرة او تعبي زخيرة سلاحك بسرعة عن غيرك متل ما احنا نعرف عديش بياخد تبديل الاسلاح او تبديل زخيرة الاسلاح بهاي الميزة بتقدر تبدل اسرع عن غيرك في معك الاسكوب السولت يلي هو انحزف من اللعبة اللي كان لعبان بالسيزن العاشر او الشابتر وان يعني بيعرف شو هو هذا الاسلاح وفي معك البطل الريدي اللي هي انه الشيلد بيكون معك دائما او بيعطوك يالي الشيلد كل ما ينقص صحي ميزة ما بعرفها صح صح يعني مزبوط لانه انا ما لعبت المود وما جربته وفي معك هاي الكارتون اللي انت بتدار تخبه فيها مشان تطلع وتضرب هيت شوت هذا الجوست للكمبرة واحدة بواحدة لو انت لعبك كمبرة وتضرب السنايبرات نبعيده ايه ماك حلو اختار الجوست وفي عندك الدبل جامب اللي هي انت بتنط نطتين عواض النطة يعني بتصير نطتك اعلى من النطة العادية اللي احنا بنعرفها بالجيم العادي وفي الاسولت ريفل اللي ما بعرف شو هي ايه هذا تحديث يعني ابغريدي اللي هي رفع الاسولت تبعك لمستوى قعله وفي عندك الالغام كمان وفي الاسنايبر حلوة في بقى معاك هاي الميزة هاي الميزة حلوة كتير اللي هي تركر راوند اللي هي مثلا لما انت تجيب واحد دمج او تدمج واحد باي طلاقة كانت بيعطوك وقت قصير انك انت تعرف وين هرب عن خلال تحديده باللون الاحمر متل ما بنعرف اللغم شلون بيحدد باللون الاحمر لما يتفجر او لما تاخد الشيكداون اللي هي الكرت تبع الاعداء كيف بتحدد شركاءه اللي انت اخدت كرته هاي الميزة نفس الموضوع بس بيعطيكها لشورت تايم او وقت قليل بعد ما تدمجه او تجيب عليه دمج لهذا الشخص وفي عندنا اخر ميزة اللي هي السبلاش اللي هي اللي احنا كلنا بنعرفها للعبان بالسيزون الاول اللي اصلي بالشابتر الاول فبيعرفها هي كتير انه هي بترمية بتعطيك 20 هيل او شيلد يلي انت بيكون ناقص بيزود لك يا هو بس ايا شي بيزود لك 20 يا شيلد يا هيل هاي حلوة كتير هي السبلاش وياريت يرجعوها للجيم العادي لانه كانت اضافة جدا ممتعة بالشابتر 1 فاللا خلينا ننتقل للشغل التاني معناه اللي هي الطيارة ممكن مزارع امامكم اللي هي اسمها تشوبا هاي الطيارة حلوة كتير تم اضافتها فيها بعض الميزات وفيها بعض العيوب بعض العيوب منه انك انت لما تكون طاير بمسافة عالية وتنزل منه ما بتقدر تفتح قليدر بتنزل بتاخد فول دمج وبتموت فانت بدك تاخد بالك وتاخد حزرك لما انك انت تكون بمكان عالي وتنزل عن طريق هاي الطيارة فهذا الشي لح يجيب لك فول دمج ولح تموت لازم تكونوا موطي وبمسافة شوي واطية والشغال التالي المعنى انه حلوة انه هاي ما لح تتكرر بكل مكان مت مزارع امامكم الصورة اللي هي موجودة بس بهدول الاماكن الجديدة تبع الماب اللي هي الاجنسي والشارك وهدول الاماكن الجديدة تم اضافتها وموجودة بمنطقة بليزنت لانه تم تعديل منطقة بليزنت وانفتح الملعب وبين تحت مكان جديد فيه طيارة فهدول الاماكن ظاهر امامكم بالماب لكل اماكن الطيارة بكل الماب حلوة كتير هاي الطيارة وفيها شغلة انا عجبتني جدا انه ما حطوها فيها الطيارة تبع السيزن السابع اللي ما بيعرفها يفوت على اليوتيوب ويتفرج عليها كانت بتضرب وكانت خرافية يعني كانت تدمر مباني وتجيب وكتير كانت اوفر باور فهي عملوها انك انت ما بتدر تكسر فيها عن طريق الصواريخ او الرشاش ما فيها هذا الشيء كل اللي هي وسيلة التنقل فقط لا غير يعني ما فيها شيء وكمان الهيل تبعه او الدمج تبعه لحتى تتكسر على الاخر 1500 تستحمل ضرر لحتى 1500 فبس سيئة كانت كل الطيارة اللي معنا الطيارة حلوة جدا وفي معلومة لما انت لما تكسرها معت ترجع تنزل موجودة بهدول اماكن فقط خلاص موجودين يلي بيتدمروا خلاص معت يرجعوا بيخلصوا الطيارات بكل الماب تقريبا هننشي 7 او 8 بكل الماب بدا ما تكسروا خلاص معت فيه غيرهم وتم تسريه بغرفة القط اللي هو سكان القط اللي ظاهر امامكم بالصورة اللي هي بتفوتها عن طريق هون اللي هي اللي هتفتح ان شاء الله بعد يوم و16 ساعة عندي متمو ظاهر امامكم بالفيديو وهي غرفة القط لما تفوت لجوه ونحتركم معو تشوفوا الفيديو متل ما شفتو هادا هو تسريب الغرفة تبع القط وشلو اللي هيكون شكلها ان شاء الله لحيفتحوا التحديات تبع الاسبوع الخامس وانا ان شاء الله ضغري لح اشرحهم فا اكد انك انت مش ترقبوا القناة وفعل زر الجرس لو حابب تشوف التحديات كاملة اول ما تنزل او تسريب عندنا ان شاء الله نحننزل لعدنا تسريب يوم اربعة ع Liu خليني احكيا عن السكنات اللي تمتسريبه اهم من السكنات طبعا في سكنات تمتسريبه الموجودة عندي بالقناة كمان لو حابب تشوف كل شي تسرب خليني انا بحكي عن تلت اشياء جديدة تمتسريبة اول شي خلينا نبلش بالاسكن الاهم واحد معنا يليو السكن الرابر المشهور يلي ظاهر امامكم بالصورة هادة الرابر تمتسريب بيقوله سكين حكى عنه من زمان بس ما نزل هلا بيان بهذا التحديث متل مظاهرة امامكم بالصورة هيك لحيكون شكل سكين تابعه انا ما حبيته يعني مدري ليش ما حلو سكين فمو حلو انا بالنسبة لي بس هادا هو شكل سكين اللي حينزل لحينزل قريبا ان شاء الله بالايتم شوب بس مو معروف امتا او شو اللي حيعملوا فيه كمان اضافات هادا هو شكل سكين اللي متوقع يكون نزل بالتسريبات وهلا فيه معنا كمان سكين اورو يلي كلا عاتنا حكينا عليه ببداية السيزون هاد وانه لحيكون هادا ملك الدهب او ميداس يعني فمتل مظاهرة امامكم بالصورة تم تسريب الو لون جديد اللي هو لون الابيض والاحمر المتوقع ينزله ثلاث ستايلات خاصين بهذا السكين اللي هو الدهبي والابيض والاحمر وفي واحد تاني بس لحد الان مو معروف كيف لحيكون شكله او شو هو وفي الحزمة الجديدة كمان اللي حتنزل معنا اللي هي حزمة سليرب او حزمة سليربي يعني متل مظاهرة موكم بالصورة الحزمة اللي حتتألف من ثلاث سكينات كل سكين منن لون ستايل خاص بس السكين التالت مو معروف شو هو ستايل الخاص يعني انا شايف وشبهه بس من اي مشاعرتين ثلاثة من فوق يعني فهذا هو الحزمة اللي حتنزل ان شاء الله حيكون سعرة تراوح من خمسة عشر دولار لخمسة وعشرين دولار ثلاث سكينات وثلاث ستايلات خاصين فيها اللي هي اللي حيكون اسمها تقريبا سليرب او سليربي يعني اللي هي تقريبا مشتقة من سليربي اللي هي منطقة سليربي فهذا هو الحزمة اللي حتنزل معنا ان شاء الله والمتوقع تنزيلها وفي تحديات كمان بدي أقول لكم عليها اللي هي سباي جيمز اللي ظاهرة امامكم لح اشرح لكم اليوم في فيديو منفصل ان شاء الله بكرة يوم الاربعة وفي كمان بالتسريبات تبع هذا التحديث انه تم فك او تم العصور على ملفات لحدول ثلاث اشياء اللي ظاهرة امامكم بالصورة اللي هي القنبلة والسبلاش اللي هو السبلاش نزل معنا بمود سباي جيمز وان شاء الله في الشغل الثالث اللي هي الشيلد بابل اللي هي عبارة عن فقاعة اللي بتذكر زمان كان في هيك شي اللي هي بترميها بتعطيك شيلد او درع حواليك وبتققى جواتها وما بتاخل دمج لحتى فترة معينة بان شاء الله هاد الدرع اللي هو اسمه الشيلد بابلز فهذا هدول ثلاث اشياء اللي تم كشف عنا بالملفات اللي ممكن ترجع او ممكن تكون لمود سباي جيمز لحد الآن مو معروف بس تم فتحون بالتسريبات تبع هاي اللعبة ونحكي شوية عن البتل باس السنوي البتل باس السنوي اللي هو كان متوقع ينزل مت المزارع امامكم بالفيديو اللي هو عبارة عن ثلاث سكنات ومعهم ضهريات ومعهم كذا قصة هذا البتل باس السنوي كان المفروض ينزل وينزل معه هدول الاشياء انك انت تشتريب مصاري وتعمل مهمات وتاخد هدول السكنات بس تم إلغاؤه بسبب مو معروف او يعني ما بنعرف ليش تم إلغاؤه بس تم إلغاؤه لسبب مو معروف شو هو او مو معروف ليش تم إلغاؤه يعني فهذا هو المفروض اللي كان ينزل وهيك لح يكون شكله لو نزل انك انت بتفتحه وتشتريب مصاري وبتاخد هدول السكنات بس خلص راح هذا ومعنت ينزل والكلام اللي حينزل ان شاء الله لقدام هذا الكلام مو صح وما لح ينزل خلص هذا البتل باس لح يتم إلغاؤه من عن طريق الشركة هيك انا اخر الاخبار اللي سمعتها انه تم إلغاؤه ومعنت ينزل خلص بنوب هذا البتل باس فبس يا ريت انت تكون استفدت معلومة بهذا الفيديو ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساني بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس اللي وصلت كل التحديات الجديد اللي بدي اعملها ان شاء الله ولا تنساني باللايك وكومنت حلو شكرا ازا كملت المقطع للاخر وبرعايت الله